السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي في قناة عزيزة بيوتي إن كنتم أول مرة ترون قناتي أتمنى الاشتراك معي في القناة بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو وكذلك بتفعيل الجرس ليصلكم أي جديد وكذلك لايك للفيديو إن أعجبكم وصفة اليوم إن شاء الله حلوة أو كيكا رائعة بالكريمة كما ترون كيكا لديدة ورائعة الآن مقادير هذه الحلوة كما ترون لدينا أربع بيضات كاملة أضع أربع بيضات كاملة ثم أضيف إليه كأس من سكر خشن وملعقتين ماء بارد كما ترون أربع بيضات كأس سكر خشن وملعقتين ماء بارد أخلط الجميع بخلاط كهربائي إلى أن يكبر حجمه حجم هذا الخالط يعني البيض والسكر ثم أضيف إليه باقي المقادر كما ترون هنا قمت بتطريب البيض مع السكر والماء البارد الآن سأضيف إليهم كأس من الحليب وكذلك نصف كأس زيت ثم أخلط العناصر جيدا ثم أضيف إليهم ثلاثة ثلاثة كؤوس دقيق ونصف ثلاثة كؤوس دقيق ونصف وكيسين من خميرة الحلوى ثم أضيف إليهم كما قلت ثلاثة أكياس من الكاكاو أو ثلاثة ملاعق ثلاثة ملاعق بودرة الكاكاو ثم أخلط جيدا هذه العناصر باستعمال الخلاط الكهربائي أو الخلاط اليدوي كما ترون سأقوم بوضعي الكيس الأخير ثم أخلطه جيدا أنا وضعت هنا ثلاثة كؤوس ونصف من الدقيق كما ترون سأضيف الكأس أضفت الكأس ثالث أنا كما قلت وضعت ثلاثة كؤوس ونصف الآن سأضعها في إناء خاص بالفرن والآن سأقوم بتحضير الكريمة الكريمة نحتاج إلى كأس من الدقيق الأبيض وكأس من السكر ثم نصف لتر من الحليب ثم نضعهم على نار هادئة كما قلت أضيف إليها نصف لتر حليب وخلطها جيدا ثم أضعها على نار هادئة مع التحريك ثم أضيف إليها كيس فاني ثم أحرك جيدا إلى أن تستوي لنا الكريمة الكريمة الآن أضيف إليها يعني أضيف إليها ملعقة زبدة ثم أخلطها بخلاط كهربائي أو يمكن استعمال خلاط يدوي كما ترون وضعت الكريمة كما ترون في جيب بلاستيكي يمكنكم استعمال جيب بلاستيكي أو جيب حلواني وسأقوم بتزيينها على هذا الشكل أضع خطوط طويلة ثم خطوط طويلة إلى أن أنتهي سأستمر بهذه الطريقة إلى أن أنتهي من تزيينها الآن انتهيت من تزيين الحلوى قمت بوضع الكريمة على شكل عمودي وشكل أفقي كما ترون فهي تأتي رائعة وجميلة الآن سأدخلها إلى الفرن سأدخلها إلى الفرن حتى تستوي كما ترون هي تأتي على هذا الشكل رائعة وشاهية وكما ترون الكريمة فهي يعني تنسجم مع الحلوى كما ترون الآن سأقطعها لترون شكلها النهائي هذا هو شكل الحلوى بالكريمة التي قمت بتقديمها لكم اليوم أتمنى إن شاء الله أن تجربوها فهي رائعة لديدة وشاهية كما ترون يعني بهذا الكريمة تأتي رائعة أتمنى إن شاء الله هذه الوصفة أن تكون قد نالت إعجابكم وكذلك أتمنى لايك للفيديو وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله ولا تنسوا لايك للفيديو لا تنسوا لايك للفيديو لا تنسوا لايك للفيديو أزيف كدك بابا لا تنسوا 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 لا